طبعا الحاجة الاساسية اللي احب اتكلم فيها النهاردة نوع من انواع التوصيات او الاقتراحات للمشاركين في العمل السياسي الاسلامي في الفترة القادمة اول حاجة احب اقولها لازم بالفعل نكون مؤمنين كحركة اسلامية كتيار اسلامي كافراد من اهل الخير نسعى لتطبيق شرع الله عز وجل في الارض اننا عندنا من الخير ما نقدمه لهذه البلد ما نقدمه لبلدنا ولأهلنا ما نقدمه للانسانية جميعا نحن نحمل رسالة عظيمة فيها الخير الحقيقي ليس دعوة ولا تعصب ولا تحيز لديننا او لعقيدتنا او لشريعتنا وانما على الحقيقة نحن لدينا من الخير الكثير الذي نقدمه للناس ونقدمه للبلد القضية مسؤوليتنا تقع ان نحسن اداء هذا القير وان نحسن ايصال هذا المشروع الحضاري الاسلامي على الحقيقة للناس كثير من الناس لا يستشكل على المشروع الحضاري الاسلامي على الحقيقة وانما قد يستشكل على من يقدمه على من يحمله فنسأل الله عز وجل ان لا نكون فتنة لغيرنا ان نكون قدوة صالحة نحمل هذا المشروع ونحمل هذا الشعار ونكون اهلا لحمله على الحقيقة نسأل الله عز وجل ذلك النقاط الاربعة اللي احب انبه عليها في هذا الجامع هقولهم اختصارا الهدف الجامع والباب المفتوح تأسيس قواعد اساسية للعمل السياسي الاسلامي تكفل تقديم الاحق والتمكين للاصلح الثالث توحيد الخطاب السياسي العام مع الخطاب الشرعي والفكر الخاص بحيث نضمن تمام البيان وثبوت المصداقية النقطة الرابعة الواقعية المعاصرة في الطرح السياسي الاسلامي التي تخرج المشروع الاسلامي من دائرة القوالب الشكلية الى القيم المعنوية اربع عناصر قد تستشكل في الطرح ابتداء هنقولهم ببساطة ونوضحهم بسهولة سهلة جدا وتتفهم جدا لكنها معاني اساسية لا بد ان نفهمها جميعا في هذه الفترة القادمة الاولى الهدف الجامع والباب المفتوح الهدف الجامع لو اردنا ان نتفكر كلمة السر الحقيقية التي ادت الى نجاح الثورة المصرية هذه الفترة ما هي اسهل عليكم في الكلام الهدف الجامع اشتري صوائف الامة جميعا شرائح الامة جميعا على هدف واحد كلها مقتنعة بها كلها مؤمنة بي الشعب يريد اسقاط النظام اسقاط الظلم اسقاط القهر الذي عاشه طوال هذه الفترة هدف لم يختلف عليه اثنان لم يختلف عليه اثنان كل الناس كانت متفقة على هذا الهدف الاشارة او الفائدة او الثمر التي نحققها من هذه التجربة انما كلما كان هناك هدف يجمع طائفة واسعة من الناس كلما كان الوصول الى ثمرة حقيقية من جهدهم وبذلهم اقرب من ان تتشتت اهدافهم او تتشتت اغراضهم في ابواب شتى فعندما تأتي الحركة ترفع هدف جامع او ترفع هدفا جامع لعموم التيارات الحريصة على مصلحة البلد او الحريصة على قيام نهضة حقيقية في البلد هذا سيكون مفتاح مهم جدا للحركة الاسلامية في الفترة القادمة ترفع اهداف جامعة لا تقدم اهداف كما لو كانت مطالب فئوية لطائفة معينة وانما ترفع اهدافا عامة تجتمع عليها شرائح الامة جميعا الهدف الجامع والباب المفتوح باب مفتوح لكل الشرفاء لكل الكرماء لكل نبلاء من ابناء هذه الامة في اشكالية خطيرة بتحصل اذا فصل التيار الاسلامي نفسه عن عامة الناس القوة الحقيقية للتيار الاسلامي التي يعترف بها الاصدقاء والاعداء على السواء تواصل التيار الاسلامي على الحقيقة مع شرائح المجتمع جميعا في تواصل حقيقة على الحقيقة التيار الاسلامي ليست دعوة هو يمثل التيار الرئيسي ان لم يكن بالمظهر فعلى الحقيقة عامة الناس اقربوا واحرصوا على مشروع المشروع الاسلامي من اي مشروع اخر هذه حقيقة الشعب المصري الشعب المصري له انتماء حقيقي لدينه له انتماء حقيقي لعقيدته اذا رفع شعار الاسلام في اي لحظة يأوي اليه الناس ده واقع ولذلك الاشكالية الشعارات الدينية لماذا لانهم يعرفون ان الشعب المصري على الحقيقة انتماؤه لهذه الشعارات شعارات الاسلام وشعارات الدين فالقضية لا بد للحركة الاسلامية ان تجمع بعد شرائح لانها على الحقيقة رصيد حقيقي ليس مدعى للحركة الاسلامية التي تمثل ليست منفصلة عن هذا الشعب وانما طريعة رائدة له غير منفصلة عنه الهدف الجامع والباب المفتوح القضية الثانية تأسيس قواعد جديدة للعمل السياسي الاسلامي تكفل تقديم الاصلح وبيان الاحق المسألة دايما لما بيجي تيارات اسلامية تدخل الى الساحة الاسلامية يقول له انت لازم تلتزم بقواعد اللعبة السياسية وبعض الناس يقول له انت ايه اللي هيدخلك السياسة اصلا السياسة لعبة قذرة وانتو ناس اصحاب خير واصحاب فضل خليكوا في المساجد وخليكوا في الجوامع ويسيبوا السياسة لمن يحسن مثل هذه الالعيب القذرة هذا التصور فيه نوع من انواع التضليل هذا ليس من لوازم السياسة السياسة الاسلامية سياسة طاهرة مطهرة سياسة نظيفة سياسة كريمة سياسة نبيلة قضيتنا ان نقدم للناس هذه السياسة على الحقيقة لا نلتزم بقواعد لم نضاها نحن ولم نتفق عليها بل جاءت الحركة الاسلامية لعلاج هذه القواعد او لعلاج هذه الالعيب او لعلاج هذه النجاسة التي يذكرونها في سياستهم هذه سياسة تخصهم اما عندما تقدم الحركة الاسلامية سياسة لابد ان تكون سياسة تتناسب مع المشروع الحضاري الذي تحمله المعبر عن الاسلام فلابد ان يحصل نوع من انواع تأسيس القواعد السياسية التي نلتزم بها لا نلتزم بقواعد وضعها لنا غيرنا ونحن لا نتفق عليها لابد ان يكون هناك تأسيس حقيقي للقواعد الاسلامية التي تعبر عن مبادئنا وعن ثوابتنا على الحقيقة لا ننكر ولا نرد الخبرات والتجارب السابقة القضية لابد ان تتخطى الحركة الاسلامية الخيارات التقليدية السابقة اما الانقياد الاعمى او الرفض الاصم كان دائما في تعامل ما يأتي من الغرب او ما يأتي من غير الحركة الاسلامية اما يظهر نوع من انواع التوجيه الى الانقياد الاعمى نأخذ كل ما فيه بحلوه ومره الانقياد الاعمى او الرفض الاصم نرفضه جميعا على الحقيقة الحركة الاسلامية اليوم تمر بمرحلة من مراحل النضج هي قادرة على التفاعل والتأثير في هذه القواعد قادرة على تمييز وتمحيص هذه القواعد اختيار ما يصلح ورد ما لا يصلح هذه قضية ليست صعبة على الحقيقة هنا مرحلة من مراحل النضج ومرحلة من مراحل القوة في الحركة الاسلامية اليوم الله عز وجل اذن لها لما بلغت هذه المرتبة ان تتقدم لتقوم بواجبها على الحقيقة في الحركة السياسية العامة في البلد الهدف الجامع والباب المفتوح تأسيس قواعد سياسية جديدة تكفل تقديم الاصلح وبين الاحق القضية الثالثة توحيد الخطاب السياسي العام والخطاب الشرعي والفكري الخاص لتمام البيان وثبوت المصدقية فيه اشكالية دايما بتحصل يقولك فيه فارق بين الخطاب الاعلامي اللي بتخاطب بالطرح المفتوح وفيه فارق بين الخطاب اللي بيتقال في المساجد او بيتقال في الجلسات الخاصة ده كلام صحيح ولكنها اشكالية حقيقية لان الزمن الان ما عادش فيه مجالس خاصة ومجالس عامة الدنيا كلها بقت مفتوحة على بعض لو واحد بيتكلم مع واحد صاحبه بالليل بيطلع تاني يوم يبصي ليه على اليوتيوب فخلاص ما عادش فيه حاجة اسمها مجالس خاصة او خطاب سياسي او خطاب فكري خاص يختلف عن الطرح السياسي العام لازم دلوقتي نواجه هذه الحقيقة ونتعامل معها نتعامل معها بصورة واضحة اللي هو يحصل توحيد حقيقي للخطاب الخطاب الفكري الخاص الذي يقال في المجالس الخاصة يتوحد مع الخطاب السياسي العام كيف يتوحد ونحن نعلم ان هناك فوارق الفوارق الحقيقة ليست في المعاني وانما في اسلوب الصياغة نحن لا نطالب اذا دخلنا في العمل السياسي ان نتنازل عن مبادئنا او ثوابتنا ليس هذا هو المطلوب وانما ان نحسن صياغة وعرض وتقديم هذه الثوابت وهذه المبادئ القضية دي هتتطلب نوع من انواع الجهد الفكري والعلمي في تأصيل الخطاب الذي يناسب الطرح العام وهو ملتزم مع ضوابط العلم وضوابط الشرع ايه بخطاب واحد اشتركوا في القناة